اعماد اسماعيل واحد مصري ودرس مصري والتانية واحدة اسرائيلية بسم الله الرحمن الرحيم كل ساهم طيبين كل شعب المصري والشعب العربي والشعب الإسلامي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ساحة الكلام ستكون مفتوحة بالكامل امام الاستاذ فريد الديب وهو محامي المتهم او قاتل نيره المقضي باعدابه وده ليه ده طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يبيح لدفاع المتهم الذي تقدم بمذكرة بالطعن بالنقل ان يشرح مذكرته ويبدي اسبابه او اسباب اعتراضه على الحكم اما مرتضى منصور وباقي المحامين الخاصين بأسرة نيره سوف يحضرون المحاكمة بصفتهم متفرجين بصفتهم متفرجين لانهم مدعين بالحق المدني ليس لهم الحديث في صلب الدعوة محكمة النقط خلال ستين يوم من امبارح بدأ من امبارح العدل التنازولي من بيت صدور قرار او حكم محكمة المحكمة الجنات المنصورة ومعاقبة المتهم محمد عادل قاتل نيره بالاعدام شنقل لقتله نيره اشرف عمدا مع صبق الاصرار والترصد وبعد رصد كافة الادلة والقرائن والبراهين بالاضافة الى اعتراف المتهم تفصيليا بارتكابه هذه الجريمة الشنعة الطعم بيكون عبارة عن مذكرة في البداية رئيس المحكمة ورئيس محكمة الجنايات المتشر بهاء الدين المرن بيقوم بإداء حيثيات الحكم خلال ثلاثون يوما من الحكم يعني خلال شهر من الحكم رئيس المحكمة حيودع حيثيات الحكم او حكم الاعدام في محكمة الاستئنام التابع لا ويا محكمة الاستئنام المنصورة هنا بيجي دور محامي المتهم او محامي المقضي بيعدامه بيحصل على نسخة رسمية من المذكرة المذكرة دي بيفنت فيها رئيس المحكمة الحيثيات كل مادة قانونية استخدمها كل دليل او قرينة في الدعوة ادت الى اتخاذ القاضي وباقي القضاء على المنصة قرارهم بيعدام هذا المتهم وهي اقصى عقوبة في القانون وهي عقوبة ازهاق الروح اشتركوا في القانون اشتركوا في القانون